هذا الخبر الرائع والذي بالفعل يثبت براءة هذا اللاعب حمادة السيد والتي لا طالما ندينا بهذا الأمر وكنا أول من تحدث عن تلك القضية وعن براءة اللاعب حمادة السيد البعيد كل البعد عن الانتماء لأي تيار سياسي أو حزبي أو حتى ديني هو فقط قام بتربية لحياته اقتداءا برسول صلى الله عليه وسلم عموما اسمحوا لنا بأن نشاهد مقطع الفيديو التالي والذي كان جزء من حلقة سابقة في برنامج رأيي كنا قد أصرنا بفضل الله هذا الموضوع والحمد لله تكللت الجهود ببراءة هذا اللاعب حمادة السيد وهو بالمناسبة زميل محمد صلاح ومحمد النني في نادي المقاولون العرب دعونا نشاهد مقطع الفيديو التالي وماذا قلنا بالفعل عن حمادة والحمد لله استجابة السلطات المصرية لتلك النداءات واليوم ظهر الحق وحكمة ببراءة حمادة السيد دعونا نشاهد كيف يفكر حمادة هو شخص يعمل فقط في كرة القدم وليس لديه أي فكرة أو انتماء يخص تنظيم داعش الإرهابي على السلطات الأمنية أن تفرق بين تنظيم داعش الإرهابي والعمليات الإرهابية التي تفتهدف الدولة المصرية وجنود ورجال الجيش والشرطة وبين هذا الشخص الذي ربى لحياته اقتداءا بالرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم ليس كل شخص ملتحي هو إرهابي على السلطات المصرية أن تعي هذا الأمر وأن تقوم بالإفراج فورا عن هذا اللاعب صاحب الأخلاق الرفيعة وأيضا المستوى الجيد في عالم كرة القدم شاهدناه مع المؤولين العرب شاهدناه أيضا مع نادي أصوان شاهدنا أهدافه شاهدنا أخلاقياته وسلوكياته زمل العديد من النجوم مثل محمد صلاح محمد النني تدرب أيضا على يد العديد من المداربين الرائعين المصريين مثل كابتن محمد عامر أيضا عامل مع رجال الدولة مثل محلب وأيضا العديد من المسؤولين في المقاولون العرب والجميع أشاد به كيف لهذا الشخص أن يحمل صفات وأفكار تنظيم داعش الإرهابي وينضم لنادي المقاولون العرب هذا النادي الذي دائما ما يخرج منه رئيس الشركة ليتولى الحكومة المصرية لابد أن يتواجد عقل وتفكير لدى السلطة المصرية الحالية وتقوم بالإفراج فورا عن صديق وزميل والحمد لله تواجد بعض من العقل لدى السلطات المصرية الحالية وتم الحكم ببراءة حمادة سيد من هذه تومة البعيدة كل البعد عن المنطق والتفكير اشتركوا في القناة